السؤال الثاني بالنسبة ليه دعاء الاستخارة هو قبل أو بعد الصلاة بيكون بعد الصلاة وبيجوز أن تكون الاستخارة لو أنا عايزة أسأل الله أكتر من أمر يجوز أن تكون الاستخارة على أكتر من أمر والأولى والأفضل أن أنا أجعلها يعني أجعل لكل أمر أنا أريد أن أستخير فيه استخارة واحدة وأذكر بأن صلاة الاستخارة معناها أنها دعاء ليه كمان دعاء الاستخارة دعاء استعانة الإنسان بيصلي ركعتين عشان يمتثل لي السنة وبعد الركعتين بيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء فيسأله التوفيق في الأمر اللي هو بيستخير عليه إذن دعاء الاستخارة دعاء استعانة الإنسان بيأخذ بكل الأسباب المتاحة بالنسباله ومن الأسباب أن يسأل الله التوفيق ويستعن بالله سبحانه وتعالى على ما يريد أن يحققه وما يريد أن يقوم بأدائه ترجمة نانسي قنقر